في كل المسكونة ذا عاصيتهم وإلى أقاص المعمورة صار كلامهم حيث تمت في القدس سيامة ستة من الرهبان لفرانسيس كان كهنة بوضع يد المدبر الرسولي البطرياركية اللاتينية رئيس الأساقفة بير باتيستيا باتسبالا في كنيسة دير المخلص في القدس وتمت السيامة بحضور حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون الذي قدم في بداية الاحتفال في خارستي لرئيس الأساقفة الرهبان الذين أتوا من البرزيل والكونغو والمكسيك ونيكاراغوا لخدمة الكنيسة في الأراضي المقدسة حيث أكملوا هناك سنوات الدراسة اللاهوتية والتنشئة الفرانسيس كانية